بعد شغل اليوم في غتنا من عادتنا كنا نقعد تحت توتا فرشة ضلتها النجيلة كنا نقعد زي عيلة والكلام يبقى برحتنا نشرب الشايف العصاري قبل ما نروح بيوتنا الكلام كان يبقى بيننا عن جواز عبد السميع ولا صوت الشيخ مطاوع ولا مرسي فيهم جوازه ولا أسعار التقاوي ولا أسعار الكماوي اللي فق كل التصور واللي زاد عن كل حد مرة بنهزر وندحك مرة تانية نبقى جد كنا بنفرفة هممنا اللي غطت لون هدومنا كنا دايما نبقى خمسة زاد علينا الوقت سلامة بن براهيل وقد بيفهم في المكان زي المهندس المكان للرأي يعني بالخصوص لو كان قديم باختصار جه مرة جنبي قال لي شفت الملعونين قلت ميه قال لي يعني حد غيرهم اليهود والأمريكا قلت مالهم قال لي مالهم انت مش عايش معنا ابتدوها حرب تالتة خططولها من سنين وابتدوا بالفلاحين قلت ليه دول بيدونا التقاوي والكماوي والمبيد قال خلاص جبت المفيد لما يدوك التقاوي والكماوي والمبيد تبقى ايه؟ قلت قولي من جنابك ما استفيد رد قال لي نبقى لعيالهم عبيد قلت ليه؟ قال لي ما تخليت معاي لو منحهم مرة عنا ارضنا نزرحها ايه؟ او بايه؟ قلت قال لعنا يعني ايه؟ هي يعني الدنيا سايبة؟ في حكومة وفيه رقابة وبرماء قال لي اه الكلام ده كان زماني لما كان في كل دار صمعتين جواقاعة اسمها احت الخزير واحدة كان فيها التقاوي والكبيرة يخدم منها للطحيل وقل لي ايه يا باسمعين اتعدى العم اسمعين قال له يا ابني بالصراحة كلمتين اتمحولين خلوا يا ابني عقلي لف وافتكرت يام زمان كنا دايما صف واحد كان بديفد فرقتنا قسمتنا الف صف رد مرسي قال له ليه يا باسمعين كان بديفد مش عشان نبقى في سلام قال له يا ابني انت فاهم السلام يبقى بكلام ولا يعني الحرب ضربة للحروب اشكال كتيرة منها زي ما قال سلامة في التقاوي والكماوي والمبيد منها برضو في التجارة والصناعة والسياسة والاقتصاد واللي مسكين الصناعة هرجالتهم والمصيبة هم اصلا من عيالها بس منهم اللي هاجل راح امريكا الكويس يمسكوه يبقى عالم عندهم ويجنسوه اما لو يرجع بلاده يقتلوه عمرهم ما يسيبوه واللي راح صايع وضايع هم برضو يحتاجوه يبقى واحد زيهم ويعلموه واحدة واحدة يلمعوه يبقى صايع بس دولي سرق نظم يدربوه يبقى واحد شكل تاني جيمسي بوندي الامريكاني اي دولة جاي منها يبعتوه لاجل ما يسرق فلوسهم مرة تانية يروح لهم يستقبلوه اصلي حول عندهم اموال كتيره يبقى لازم في المطار يستقبلوه رد مرسي قال له افهم واحدة واحدة بس يقول لي زي حيسرق قال له شوف لما يجي الجاي لبلده يبقى صايع يكتبوله في الجواز صاحب مصانع يبقى جاي اخر ايافة والكلام يبقى بقلاطة مرة تانية باللطافة واحنا ناس اخر هيافة الكبار بيعظموه للبنوك ويقدموه بعد فترة بالخديعة والرشاوي يشتري منا المصانع من فلوسنا في البنوك قال له قول يرحم ابوك قال سلامة شوف كلام عم اسمعين جاب ارار المشكلة للحيرانين شوف كلام اهل النباهة واحنا بنقول الحكومة اهجرالها والبنوك عايشة فتاها قول وكمل قول كمان خبت البنوك قول كمان رافضة فوق رد قال له بعد فترة يطرحوها تبقى اسهم ويبيعوها والعمالة يسرحوها واللي زي واللي زيك مرة تانية يشتروها لما يقبط خب يلا يروح لبرة قبل ما يسدد بنوك سيئة دايرة يا ابن عمي مش كفايا مصو دمك قال كمان وبيحلبوك رد مرسب اعلى صوته قال له ينصر دين ابوك قول وكمل هي دي حرب التجارة والصناعة والسياسة والاقتصاد كنت مش عارف سببها لما تسألني الولاد قال سلامة للحروب اشكال عديدة منها نبقى على الحديدة واقتصادنا يروح شتيد اللي بيبيع الهوى واللي يعمل بسكويت واللي يعمل زيت وشمبه واللي يعمل اي حاجة في اي حاجة يبقى رمبه والحكومة تبقى جنبه دا القطاع العنبعوه والقطاع الخاص يا مرسي يدلعوه صلطوه يكتم نفسه واللي ما يسبح بحمده يرفدوه رد زيت عبد الرحيد قال يا مرسي كله تخطط امريكاية شفت حرب المكرومات كلها امراض بلاوي ما تلاقيش حتى المداوي كان زمان فشل الكلوي ولا جهم الهرمونات سمموا حتى النبات ولا شحموا زيت مخلط لما ياخد مكسبات يبقى طعمه زبدة بلدي شوف خزوق المكسبات والمصيبة نزلونها اعلانات شجعوها الفلاحات والسموم نشربها وبطعم الفواكه قال له محمود الكلاني ولا حرب الاعلانات شفت ترقيص البنات اللي بيصير الغريز للشباب ولا العجايز كله متخطط وجايز لجل حرب المسلمات والمشايخ كلهم اخر سكات قال سلامة هي دي هي دي كانت بداية والبداية وصلتنا للنهاية البداية في التقاوي والكماوي والمبيد والجديد في التجارة والصناعة والسياسة والاقتصاد حتى تعليم الولاد الفساد غطاه وزاد والقيم ان اسبعوها بالدولار هم اشتروها وبفلوس هم ازعوها اطعوا توب العقيدة القيم يا خلقه القيم توب العقيدة العقيدة النهاردة وقفة مرط ظلت مرط بادلوها في العراق بادلوها في الششاد ولا في البلقان عموما ولا في صبرة وشتيلة ولا في غزة ورمالله لست بادر غير رمالله دا الليالي السودة هلا شفتوا كم حجم الضمار للغلابة في كم ظهار ولا احكام الحصار والعرب زي الارانب والاجانب زي غول حد شافتها دميل كابول قل تقول قل وكمل ما انت مسلط علينا لاجل ما تلكد علينا وانت عارف الطوارئ حكمها ما زيتش عنها يعني خمسة واحنا خمسة قبل ما تشرف سيادتك كنا خمسة مظبوطين حسب الانور فزقوا فزي الله يا ابن زاهي فزي الله وغرف داهي ولا اقول لك قبل ما تطابوا اللسانك الكلام حيفيد بايه ولا يعني في ايدنا ايه واحنا ملنا روحوا وقول للمسئولين روحوا وقول للمخدعين قلهم بوش ابن بوش كاله يقولكم كلمتين روح يا فالح قلهم ما تقول لناش هي نقصة ولا يعني المبالة نقصة طين قال سلام ابن ابراهيم هم مين المسئولين قلت يعني مش عارفهم طب هقول لك مش هخاف هم حكام العرب او شيوخ المسلمين وبصراحة هم دول الغلطانين هم لو بيفهمونه ولا كانوا بيسمعونه ولا كانوا بيشركونه انما سكنين اصور فيها متعة وفيها حور كانوا عايشين في العلالي واحنا قال يستجهلونا لو نعبر عن ارأنا يمنعونا يحسبوها المظاهرة والعداوة تبقى ظهرة والحرز بيفرقونا والمصيبة يؤمروهم يحبسونا قلهم يا ابن ابراهيم قلهم مركبنا واحدة خوفوكم مننا ليه واحنا خايفين من كله لما نبقى يدي واحدة كان شرون ولا اسمه ايه ولا زفت الطن وبوش كان يختم الشعب كله اما انتم لوحوش وحدكم ما تخوفوش عاشموكم بالوعود والوقود تطلع فشوش والمصيبة واللي قدها من ده كله كله عارف انها حرب الابادة والوقوف ضد العبادة كله عارف انها حرب العقيدة والحكاية مش جديدة مش حكاية ابن لادل ولا غيره الحكاية كل طير بيلوب طيره من زمان بيخططولها مهدولها من زمان فرقوا بين الجران روحوا وقول يا ابن ابراهيم روحوا وقول للمسئولين حربهم حطول في اسيا والعداء للمسلمين قلهم رح نعمل ايه ولا عايزين مننا ايه لما يبقى الكل خايف نعمل ايه وانت شايف كله شد الحف ونام واللي دفن كل راسه في الرمال زي النعام سكع الشاب لخضرة ادلق الشايف الاناية في الزؤون ميت يامين ما تعد تاني ما انت شارب شاي معانا قعدتك اخبر بغم جد كونيلة جد كهام كلكم نزلين كلام احنا مقصد حرق دام فزقوا وبفازد بن ابراهيم وبصيت لقيت بعد كابول بخطاتهم لضرب العراق ولكن مش باينة خالص ولا هيش واضحة اولا ايه ابتدوا يلزقوا بقى فينا الارهاب والكلام ده كله ابتدوا قبل الكلام وهم بضربوا كابول وجيهين بقى على العراق قبل العراق فطبعا العراق كانت في 2003 في 2002 كان في مؤتمر مؤتمر قمة في بيروت فقبل مؤتمر قمة جه ديكتشيني وجيه اللي هو نائب الرئيس الامريكي وجيه زيني انتوني زيني اللي هو رئيس المخابرات المركزية الامريكية وجيه للمنطقة وكل واحد